سأذهب معك إلى العراق لنتحدث في عجالة في ختام لقائنا عن تطورات المشهد العراقي لكن خلينا نختم المشهد الأوكراني الروس يعلنون من وقت لآخر عن استهداف مستودعات ذخيرة ومستودعات في غرب أوكرانيا بالتحديد اليوم أعلنوا إطلاق صواريخ كاليبر باتجاه تيرنوبل باتجاه شورت كيف وقالوا بأنهم دمروا مستودع أسلحة هل هذا فشل أم نجاح؟ يعني إلى الآن لإمداد العسكري متواصل إلى أوكرانيا هل الروس فشلوا في قطع إذا بدك حبل الأكسجين عن أوكرانيا العسكري؟ أستاذ علاء بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي يعلنوا فيها الروس عن تدميرهم لمستودع أسلحة أو مغزن أسلحة مهدات هذه الأسلحة ومهدات من الغرب إلى أوكرانيا هذه ربما حسب متابعة ربما المرة الخمسة في الكثير من المرات في العديد من المرات يبدو أن هذا الإعلان كان ليس إعلانا صحيحا لا أقول كاذبا وقد تأكدت المعلومات أو أكدت المعلومات فيما بعد أن هذه المخازن لم تصب قد تكون هناك مخادعة يعني وكأن الأوكرانيين عندما يستلمون هذه الأسلحة هناك أكثر من مستودع ربما ثلاثة مستودعات أو ربما خمسة مستودعات متفرقة عملية توزيع نعم بالضبط المخادعة عندئذ يتصور الروس أن المغزن الفلاني هو الذي يحتوي هذه الأسلحة فيضربونه أو يخصفونه عن بعض طبعا بالمناسبة إما بصواريخ اسكندر أو بمغذوفات مسيرة تسمى كاليبر مثلما هو معروف ولكن فيما إذا كان الروس قد استهدفوا وضربوا وحققوا نجاحا في ضرب هذه المستودعات لما كانت الراجمات ومدافع الهاوزر تصل إلى الجبهة نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا